استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم سندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة وبحثا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين في القطاع وشدد السمو في هذا السياق على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة كما تنول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والبرنامج خاصة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائية وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على دعم برنامج الأغذية العالمي في مختلف مناطق العالم من منطلق نهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب المحتاجين ومد يد العون لهم وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التضامن الإنساني الدولي في التعامل مع الأزمات أزمات الغذاء في العالم لذلك من ارتباط وثيق بالأمن والسلم العالميين من جانبها عبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن تقديرها لدور دولة الإمارات المؤثر وتعاونها المستمر مع البرنامج خاصة في دعم المتضررين في مناطق الصراعات والكوارث كما ثمنت مبادراتها الرائدة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي ونهجها في مجال الابتكار وتعزيز حلول الأمن الغذائي المستدام حضر الإقام معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي